طلب تجار في محافظة العقبة بمراجعة قانون المالكين والمستأجرين الذي أقر عام 2013 الاعتبار أنه مجحف على المستأجر في القطاع التجاري التجار قالوا أن القانون كان وراء إغلاق عشرات المحال التجارية في مدينة العقبة في حين اضطر تجار إلى دفع مبالغ طائلة للحفاظ على رزقهم نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد الكسواني أوضح أن الغرفة أجرت دراسة أخذت فيها رأي العديد من القطاعات التجارية في العقبة حول قانون المالكين والمستأجرين حيث أكدت تلك القطاعات ضرورة إعادة النظر في القانون لسيما وأن الحكومة كانت وعدت بإعادة النظر ودراسة بعض مواده وبنوده كل خمس سنوات كان من أهم هذه التوصيات هو وضع معيار محدد أو تشكيل لجنة محدد تتحدد نسبة التضخم في رفع هذه الأجرات شغلة ثانية التي تم وضع رقابة ثابتة ومنطقية في رفع هذه الأجرات وتخفيض قيمة الأجرات بطريقة تناسبة وضع التجارية اليوم المطاعم لدينا الشعبية براقب وقاعدين بأسعارها بطريقة ثابتة وبنفس الوقت مش قاعد تتناسب طرديا مع ارتفاع الأجرات التي صارت تتقل هم التجار وتستنزف كثير من مواردهم ندعو وزارة الصناعة والتجارة والجهاد ذات العلاقة بعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين بعد مرور أكثر من ثمان سنوات على إصداره القانون يتسبب بأغلاق العشرات من المحلات في ظل سوء الحركة التجارية احنا في تجار العقبة نطالب أكيد وطالبنا في العقبة أنه هي مراجعة القانون وكافة منوده وهذا طبعا نطلبه من قرف التجارة للعقبة يلي تساعدنا لمناقش هذا القانون وإعادة النظر فيه